هذه أحاديث النبي وهدي فيها الهانة وسعادة الإنسان كالشمس تعطينا الحياة بنورها فتبدد وضع الماء في الأكوان وصحيح مسلم فيه أفضل ما رواه أهل الحديث بصحة وبيان علم بادى في نهجه متفرد بعد البخاري صح والقرآن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حياكم الله أخواني الكرام وأخوات الكلمات في حلقة جديدة من برنامج صحيح الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى كالعادة في هذا البرنامج نتناول الأحاديث التي رواها الإمام مسلم في صحيحه فنبين في البداية أهم المعاني والمفردات في هذه الأحاديث ثم نشرع بتبيان أهم الأحكام التي احتوت عليها هذه الأحاديث سواء الأحكام الفقهية أو العقدية وغيرها من الأحكام الأخرى المتنوعة ثم نختم بذكر أهم الفوائد والفرائد التي في هذه الأحاديث أخواني الكرام أخوات الكلمات ثواني معدودة نستمع لهذا الحديث ثم نعود عليكم مرة أخرى فانتظرونا عن أسماء رضي الله عنها قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن لي ضرة فهل علي جناح أن أتشبع من مال زوجي بما لم يعطني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب زور أهلا وسهلا بكم أخواني الكرام وأخوات الكلمات عدنا لكم مرة أخرى بعد هذا الفاصل وبعد أن استمعنا لهذا الحديث ولا يزال الحديث موصولا في شرح كتاب اللباس والزينة من كتاب صحيح الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى هذا الحديث حديث أسماء رضي الله عنها وهو يعني بوبه المصنف بقوله باب في المتشبع بما لم يعطى عن أسماء رضي الله عنها قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن لي ضر فهل علي جناح أن أتشبع من مال زوجي بما لم يعطني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور يعني في هذا الحديث طبعا تبين أسماء رضي الله عنها وارضاها إن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن لها زوجة أخرى مع زوجها تسمى الضرة وتحب أن تقول أن زوجي إعطاني كذا وإعطاني كذا وهي كاذبة لكن تريد أن تغيظ ضرتها فهل عليها في ذلك إثم؟ فهنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أخبر هذه المرأة أن المتزين بما ليس عنده يتكثر بذلك هو صاحب كذب وصاحب زور وتدليس وهذا لا يجوز للأسف هذا الآن موجود عند كثير من النساء تتشبع بما ليس عندها بما لم تعطى وهذا للأسف يكون عند النساء الغيرة فتدعي عندها كذا وعندها كذا فكل ذلك للأسف لا يجوز فإذن المتشبع هو الذي يظهر الشبع ويظهر عنده كذا وكذا هو ليس بشبعان والمراد في ذلك أنه يظهر يعني يظهر أنه حصلت له فضيلة وهو لم يتحصل عليها أو هي لم تتحصل عليها كلابس ثوب يزور يعني أي الذي يزور على الناس بأن يظهر بهيئة خادعة يزور على الناس يكتب على الناس يدلس على الناس حتى يغتر به الناس وهذا الآن لأسف انتشر عنده كثير من الرجال والنساء أصبحت أمراض اجتماعية العجب إنسان يعجب بنفسه ويعني يكذب ويزور خصوصا مع وجود التواصل الاجتماعي فتخرج النساء تبين أن عندها كذا وعندها كذا ربما تؤجر منزل وتصورها للمنزل توحي للناس أن هذا منزلها مثلا ربما رجل يصور سيارة يستأجرها لمدة يوم ويبين أن هذه سيارتها مثلا يعني كل ذلك من باب العجب والكذب والتزوير على خلق الله سبحانه وتعالى فهذه المرأة تسأل هل عليها جناح هل عليها إثم انظر إلى حرص الناس على استفتاء النبي صلى الله عليه وسلم أو حرص الصحابة رضي الله عنهم رجالا ونساء وهذا ما ينبغي على المرأة المسلم على المرأة المرأة المسلم أو المرأة أن تسأل أهل الذكر فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون لذلك لا يجوز ولا ينبغي للمسلم أو المسلمة أن يدعي ما ليس فيه ولا أن يتظاهر بغير الحقيقة وفي هذا الحديث تروي أسماء من تأبي بكر الصديق أن امرأة لها ضرة يعني زوجة أخرى لزوجها سألته صلى الله عليه وسلم سألته صلى الله عليه وسلم هل عليها إثم إذا تشبعت من زوجها غير الذي يعطيها أي ادعت أمام ضرتها الزوجة الأخرى أن زوجها يعطيها من الحظوة والمكانة وهذا الآن يحدث أيضا يحدث عند بعض النساء تدعي أن زوجها يعني يعطيها كذا ومحبوب فكل ذلك كذب وزور طبعا في الواقع هي تفعل ذلك لتغيظها لتغيظها سبحان الله هذه أمراض كثيرة وأمراض اجتماعية النبي صلى الله عليه وسلم يبين خطرتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور التشبع هو الذي يعني يستعمل بمعنى تكلف سواء في الأكل والتجاوز في الشبع وبمعنى التشبه بالشبعان والمتشبع هو المتكثر بأكثر مما عنده فيرائي في ذلك ويتكبر في ذلك ويدعي ويتظاهر بما ليس فيه ولا عنده والنبي صلى الله عليه وسلم شبه ذلك قال كمن يلبس يعني ثوبين زور كثوبين ثوبين مستعرين يتظاهر أنها ملكة وكمن يزور على الناس ويغش الناس فيلبس لباس ذوي التقشف ويتزي يعني بزي أهل الصلاح ولاحظوا أنه صلى الله عليه وسلم أضاف ثوبي الزور أو أضاف الثوبين إلى الزور لأنهما يعني لبسا لأجله وكل ذلك لا شك أنه يعني لا يجوز ولا ينبغي إذن أخوات الكرام أخوات الكلمات من فوائد هذا الحديث لا يجوز للإنسان أن تظاهر بما ليس فيه بما ليس عنده بما لا يملكه أيضا الحذر من هذه الأمراض كالعجب والكبر والكذب والتدليس والتزوير فهذا الأمر يجعل الإنسان أنه من الكذاب ومن المزورين والمزورين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين هذه أحاديث النبي وهديه فيه فيها الهانة وسعادة الإنسان كالشمس تعطينا الحياة بنورها فتبدد وضع الماء في الأكوان وصحيح مسلم فيه أفضل ما رأى أهل الحديث بصحة وبين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر